ترجمة نانسي قنقر مقبلين على تجشين نظامنا الجمركي المحدث والمطور في مملكة البحرين واللي يتمتع بهذه الميستين اللي ذكرتهم من ذكاء اصطناعي وتقنية البلوكشين وبالتالي بتكون مملكة البحرين جاهزة للانضمام للمنصة الخليجية متما جهزت كما أكد معالي الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك أن الخطوة المقبلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون إنشاء منصة خليجية موحدة للتجارة البينية بين دول المجلس متى ما أعلن الاتحاد الخليجي هو أننا سننتعامل مع البضاء التي تأتي من العالم الخارجي لأي دولة من دول الخليج في منفذ الدخول الأول لإتمام كافة الإجراءات المرتبطة ومن بعدها تصبح جميع المنافذ البينية في دول المجلس غير موجودة إلا لأغراض أمنية وهذا بالتالي سنعكس إنعكاس كبير على انسيابية الحركة بين دول المجلس للبضاء ولن تكون هناك أي إجراءات مرتبطة بالبضاء التي تكون من الأسواق المحلية بقدر ما البضاء التي تكون من العالم الخارجي فالكل ينشد السرعة، الكل ينشد تخفيف الأعضاء في التكلفة وهذا ما سوف يصفر عنه قريبا إن شاء الله مع إطلاق الاتحاد الجمهوري من خطوات أو أهداف نريد أن نحققها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر